التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينافاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول لقاء مناقشة عدد من الموضعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين واعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينافاسو مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة اواصر التعاون والشراقة في مختلف المجالات العسكرية من جانبه اشهد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينافاسو بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الافريقية معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والامني بين البلدين كما تم توقيع بورتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين تضمن اهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء والبرتوكول الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين وسفير جمهورية بوركينافاسو بالقاهرة والملحق العسكري البركيني بالقاهرة اشتركوا في القناة